مكتبة الحسيني بن طلال إحدى أكبر مكتبات الشرق الأوسطي الموجودة في جامعة اليرموك تقرر إطلاف 221 كتاب بقيمة 14,791 دينار كان لابد من إطلاف الكتب التي تبين للجنة أنها تعليفة كثير من هذه الكتب أطلفة بتمزيق أوراق منه بنزع فصول كاملة منه مما جعل هذه الكتب غير صالحة للاستخدام عاتب علينا بعض الطلاب لما لم نوزعها عليهم لأننا نقول أن الكتب أصابها من التلف قدر كبير لا يسمح بإعادة استخدامها ولكن سيجري عن طريق الجامعة إعادة تدوير الورق نفسه وجاء هذا القرار نتيجة تعرض هذه الكتب للتمزيق والتشويه على نحو متعمد من قبل المستخدمين لها بحيث أصبحت غير صالحة للاستفادة منها بأي طريقة نحن في قسم الإعارة في مكتبة الحسيني بن طلال في جامعة اليرموك نحن مهمتنا هو إعارة الكتاب للطالب واستلام الكتاب من الطالب في حالة الانتهاء منه طبعاً نحن نتأكد من صلاحية الكتاب عند إعارة للطالب لأن الكتاب لازم يكون صالح للاستعمال مقابل الطالب أما إذا كان في صفحات مبزقة أو متلف ما بيعطيها إلا في حالة الترميم ويكون إيش جاهز ولكن من جانب آخر كان للطالب رأي معارض لهذا القرار أنا حزينة جداً بالسبب الكتب اللي أتلفت يعني صراحة هلأ لما حدا يجي بدي يعمل مشروع تخرجه بيروح بيدور على الكتاب ما بيلاقي الكتاب اللي بدي يأخذ منه مثلاً دراسات سابقة أوكي ممكن عشرات الصفحات تكون راحة من الكتاب بس بيضل فيه إشي يعني معلومات مهمة حتى لو عشر صفحات راحوا بيضل مثلاً مئة صفحة لو الكتاب مثلاً مئة وعشرة بيضل مئة وبهذا القرار نحن على صدد خسارة كم من هائل من المعرفة وإغلاق الأنوار على تاريخ طويل أسس مع بداية العلم في هذه المكتبة